مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهل في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف في الدور المصري الحقيقة أنا سعيد جدا أن أكون متواجد مع حضراتكم في أولى أيام عيد الفطر المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا العيد المبارك يا رب مصري دايما تكون في أعياد وأفراح وكل المصريين إن شاء الله يكونوا صعداء النهاردة الحقيقة عيد وعندنا النهاردة حلقة مميزة جدا النهاردة إن شاء الله قبل ساعات قليلة جدا من مباراة كبيرة مباراة مهمة في دور الأبطال الأفريقي هي مباراة النادي الأهلي مع فريق الرجاء المغربي طبعا مباراة النوك أوت ودور التمانية من دور الأبطال للسنة هذه إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون بطل هذه النصر كالعادة دايما إحنا بنحارب على اللقب كالعادة يعني النادي الأهلي دايما دايما بيكون مصدر سعادة لكل الجماهير المصرية وخاصة للجماهير الأهلوية الحقيقة كلمة السعادة والفرحة يرتبطت بالنادي الأهلي وخاصة فيه يمكن الأيام والأسابيع الأخيرة من رمضان وفترة انتصارات متتالية للنادي الأهلي الحقيقة على صعيد كل الألعاب تقريبا حق النادي الأهلي بطلات كتيرة جدا على مستوى الألعاب الجماعية بنتكلم عن السلة واليد والطايرة وبنتكلم على رجالي ونسائي يعني الحقيقة كل الأسبوعين اللي فاتوا كنا متابعين مباريات النادي الأهلي في الألعاب الجماعية وطبعا تفوق أبطال النادي الأهلي على صعيد الرجال وسيدات أخيرا زي ما حضراتكم شايفين الإنجاز الكبير مبارح فالفتيات الكرة الطائرة بتفوز بدوري الدور العام وطبعا على حساب النادي الزمالك الحقيقة كانت فوز مهمة جدا لأن احنا جينا من بعيد يمكن دي كانت المباراة الفاصلة المباراة الأولى كانت فوز نادي الزمالك المباراة الثانية فوزنا النادي الأهلي فاز بيها وكانت مباراة صعبة جدا ولكن زي ما احنا شايفين فرحة طبعا بطلاتنا أبطال الكرة الطائرة وزي ما بقول لحضراتكم فرحة كانت كبيرة جدا لأن كانت كمان بطولة بطولة مفضلة لطبعا بطلات النادي الأهلي في الكرة الطائرة الحقيقة كمان كان فيه فوز زي ما بقول لحضراتكم ومش الكرة الطائرة بس كان فيه فريق السلة اللي فاز كمان ببطولة كاس مصر وطبعا حقق طبعا فوز كبير على نادي الزمالك الحقيقة كمان بناتنا في كورت اليد خدوا كاس مصر فالفرحة صدقوني دايما مصدرها هو النادي الأهلي وكل جماهيري النادي الأهلي الحقيقة الأسباب الأخيرة فرحانا حتى على مستوى الفرق كورت القدم في حتة تانية أكيد لكن بنكون سعداء وكنا بنتفرج على مباريات ومجدودين جدا مع كل نقطة فرحانين ببطلاتنا فرحانين بأبطالنا على مستوى كورت السلة مساعدة كبيرة جدا جدا والفرحة جميلة يا جماعة الفرحة دي اللي حضراتكم شايفينها بنات الطايرة الحقيقة قدموا مباراة واحدة لا قدمت الحقيقة بعد المباراة الأولى والهزيمة المباراة الثانية والمباراة الثالثة يعني قدموا أداء ولا أروع الحقيقة وكانت بطولة غالية جدا جدا ويعني كان لها مزاق خاص والناس اللي عارفة مزاق خاص يعني ايه أكيد هيصلى الرسالة لكن كانت مزاق خاص بالنسبة لي طبعا سيدات وبناتنا في أبطال الدور المصري لكورت الطائرة أكيد طبعا